في تركيا قتل وأصيب عشرات الأشخاص في تفجير سيارة مفخخة استهدف مقرا للشرطة في ولاية شرناق الجنوبية وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الذي قالت وسائل وإعلام أنه أدى لتدمير كامل للمبنى المكون من ثلاثة أدوار في هجوم جديد استهدف قوات الأمن التركية قتل أحد عشر شرطيا على الأقل وأصيب عشرات آخرون في تفجير سيارة مفخخة استهدف مقرا للشرطة في ولاية شرناق جنوب شرق تركيا وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الذي يأتي ضمن الهجمات الشبه اليومية التي يشنها من ديوليو من العام الماضي عندما انهار وقف أطلاق النار بينه والحكومة وظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد أعمدة كبيرة من الدخان من موقع هجوم في مدينة الجزرة التي تقع بإغليم شرناق المتاخم لسوريا والعراق وقالت وسائل إعلام أنه جرى إرسال عشرات من سيارات الإسعاف وطائرتين الكوبتر إلى مسرح الهجوم وقال وزير الاقتصاد التركي أن أحد عشر شخصا من أفراد الشرطة قتلوا وأصيب ثمانية وسبعون آخرون فيما قال وزير الصحة أن أربعة من المصابين في حالة خطيرة من جهته كتب نائب رئيس الوزراء في حسابه على موقع تويتر أن داعش وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب يهاجمون تركيا مستغلين محاولة الانقلاب الفاشل الشهر الماضي رغم أنه لم يشر بشكل محدد إلى هجوم الجزرة وجاء هذا الهجوم بعد يومين من شن القوات التركية الخاصة والدبابات والطائرات الحربية أول توقل كبير في سوريا في عملية قال الرئيس رجب طيب أردوغان أنها تستهدف طرد مقاتلي تنظيم داعش من المنطقة الحدودية ومنع وحدات حماية الشعب الكردية من تحقيق مكاسب على الأرض وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية